بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام أخواننا المهندسين والمهتمين بزراعة البيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم بنكمل الحديث بتاعنا عن عملية الريجيشن أو الري اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده عن الري كحلقة أولى وذكرنا فيه الاحتياجات بتاعة الميا وكيفية الإضاءة والحاجات اللي بتحكم عليها في إضافة الماء للنبات طيب أنا عايز توزيع النقطات داخل البيت المحمية توزيع النقطات ديت يا جماعة حاجة يعني المفروض بتكون فن فن وفن كبير جدا النبات اللي قدام حضرتك ده انت شايف انه هو تحته ميا آه فيه ميا تحته بس ميا ايه ما شاء الله طيب النبات نفسه عجبك أكيد أكيد مش عشان أنا اللي زرعه والله بس أكيد النبات ما شاء الله عاجب وزي الفل فيه تطور في القمة النمية فيه الليفقرية في العمر بتاعها ده برضو إلى حد ما مناسب ما فيش أي أعراض مشاكل على النبات شايف شايف شوط الميا والله رياني مبارح بس دي آه اسمه كنترول في الرأي النبات زي الفل أهو النبات زي الفل هيش فيش ميا تحت النبات قال له وفيه ايه ما فيش حاج حضرتك مصمم انك انت ما توزعش الميا كويس فاهمني شايف النبات عجبك أكيد بس انت ما انتش عايز تفهمني مصمم تركب دماغك انت حر انت حر انا عندي لو عندي البيت بتاعي تسعة في ستين ما ليش دعوه بالستين اهم شيء العرض بتاعه تسعة تسعة متر حطت فيه كم عشر خطوط خليهم طيب خمس مصاطب نخليهم خمس مصاطب تمام بعد ما خليهم خمس مصاطب ايه اللي ممكن يحصل معي بقى اللي احصل المصطبة احط عليها خطي زي ما انت شايف كده المصطبة دي لو كانت متر ونص اوكي لو كانت متر ونص طيب من البطنية من هنا تمام للبطنية من هنا دي ينكام دي متر ونص تمام 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 كويس جدا كمان طيب لو انا قلت من البطنية من هنا لحد اول الخط كده 30 سنتي وزيوهم من البطنية من هنا للبطنية من هنا كمان 30 سنتي ادى 60 سنتي اتشالوا نشيل 60 سنتي من ايه من 150 من 150 سنتي اللي هو المصطبة وتوابعه نص الخط ده ونص الخط ده تمام بقى عندي اه كم ستين من 150 بقى عندي 90 سنتي هسيب 15 سنتي مثلا اللي هم الحتة دي بداية من الخرطوم اللي هنا كم 15 سنتي و 15 سنتي فين همت من الحتة دي من التانية اصبح عندي 30 تانية تشالوا من التسعين بقى 60 سنتي هم المسافة اللي بين الخرطومين مسافة بين الخرطومين هتكون كم ستين سنتي الستين سنتي اللي بين الخرطومين احسن ولا ان انا احط خرطوم هنا وازرع واحدة هنا واحدة هنا احسن لا دول اتنين احسن ليه بحيث ان انا شايف المنطقة دي انا عايز ان اقطه شايف اتنين سنتي بالزبط حطت النبات بتاعي حطت النبات بتاعي في كم في اتنين سنتي بالزبط تمام اه النبات التاني شايف فين اهو خلف خلافه خلف خلافه تمام اصبحت بدي مسافات للنبات بتاعي افضل اللي يهمني في قصة الرأي ايه بقى ان واحد بيكلمني وبقول يا باش مهندس انا اه مش عارف اعمل ايه قصة الرأي عندي مش مزبوطة قصة الرأي عندك مش مزبوطة ليه لان هو بحط الخرطوم هنا تمام اهر خرطوم هنا في النص وبيزرع نبات هنا ونباش هنا في المنطقة دي ين بحطيلي نقاط تمانية اه ملي تمانية تمانية لتر ساعة او ستة لتر فالمنطقة دي يا جماعة لو هي مبللة والنقاط بيرمي في النص نص الدايرة ديا المية لما بتنزل هنا بتطرد للاملحنة في في نهاية الدايرة بتاعت الرأي تمام نهاية الدايرة بتاعت الرأي دي انت حاطت فيها النبات بتاعك فبالتالي هيكون الملوحة متركزة اكتر طب امال اعمل ايه لا اه كده الرأي ده طريقته غلط وغلط جدا كمان وخصوصا الارض بتاعتك لو كانت ملحية او اه كانت اراضي فيها اه او المية اللي بتروي بيها اه مية اه ملحية تمام ده الموضوع ده خطأ جدا ان انا احط خرطوم في النص وازرع حاجة اه 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 ازرع زرعة هنا وزرعة في اخر الدايرة بتاعت التنقيط اللي هو بتبقى هنا قلت تاني المية بتنزل هنا بتعمل لي ازاحها للاملح للحتة دي وبتعمل لي ازاحها للاملح في الحتة دي فالتركيز الاملح بيبقى عالي على النبات بينما في الحتة دي بيبقى قليل جدا لا انا مش عايز كده بقى انا عايزك تحط لي النقاط جنب عملي خطين وحط لي النقاط اه جنب النبات باثنين سنطي تمام تمام القصة دي احنا اعتمادها في ايه انا باعتمادها في كل حاجة بصراحة وهي قصة المفضلة كمان حاجة ان انا مش هحط بقى التمانية هنا لا انا مش هحط التمانية انا احط اتنين لتر اتنين لتر ايه احط نقاط اتنين لتر اللي اتنين لتر ده انا لو حطته هنا شايف شوطن ما ينزلين دي القليلين جدا معايشين النبات وتمام التمام احط اتنين لتر بس على كام اعمل توزيع الميا على طول خط الري كده اعمل اتنين لتر والمسافة بين النقاط والتاني كام عشرين سنطي او خمسة وعشرين سنطي الامور عندي هتبقى ممتازة الامور عندي هتبقى ممتازة لما اعمل اتنين لتر بس بيحس كل الخط الري عندي يكون فيه رطوبة هنا شايف هنا كل دي رطوبة فدية اصبحت افضل لي من ان انا احط نقاط هنا تمانية لتر ورمي مياه وخلاص والزرعة هتأثر بالاملاح وتبقى مشكلة جدا فالافضل ان انا احط نقاط اتنين لتر تمام واحطه على عشرين سنطي على عشرين سنطي بيحس بقى طول خط الري هي فيه تجانس في اضافة المياه في المكان دهوت وفيه تجانس في توزيع الاسمدة اللي انا بضيفها وبالتالي هتكون افضل لي من القصة اللي انا بعملها دهيا ليه لان الاملاح هنا بتكون زي ده والتأثير بكون زي دي رقم واحد رقم اتنين النظام اللي عندي ده هو ماشي بيكون اه فيديده بان هو بيديني اريحية في الري يعني بيعني ايه في اريحية في الري اه يعني بدع ده الماء اه اجري ابني اه المياه خلاص خمس دقايق الدنيا هتخرب اول ما بتفتح خمس دقايق بتلاقي الارض براحت برك مياه كلتها زي الرز كده تمام طيب وليه وليه تم تحط نقط التصرف بتاعه اضعف شوية وبالتالي هكون افضل عندك شوية من اللي انت بتعمله تمام بيبقى عندك اريحية في انك تضيف الماء بتاعتك وانت هادي كده بالراحة بدل ما ندي خمس دقايق هندي عشر دقايق العشر دقايق دي هتديني ايه هتديني اريحية في ان انا ممكن اضيف السمات بتاعي براحتي خالص واضيف المغزيات براحتي خالص وشغل تسميدي براحتي واقفل التسميدي بتاعي براحتي وادي اه تلت دقايق قبله واربع دقايق تسميد وتلت دقايق في الاخر دول عشر دقايق اللي حاجة معنا نقطة الاثنين لتر هتلاقي الدنيا تمام اه هتحط النقاط ده المسافات بتاعت النقاط ايه اللي هيحددها لي اللي هيحددها لي فيه الاراضة الرملية هتحط المسافة بالنقطات اه اه هتحط اربعة لتر في الوضع ده في الاراضة الرملية ما فياش اي مشكل خالص على خمسين سنتي اربعة لتر تمام طيب لو الارضة عندي تقيلة لا حط اتنين لتر حط اتنين لتر على مسافة خمسين سنتي تمام طيب لو الارضة عندي ارض طينية يعني بتحتفظ بالمية برضو احط نقاط اتنين لتر على المصطبة زي ما نعرف اعمل كده خطين على المصطبة زي ما شرحتها وحط النقاط بتاعي يبقى الإضافة بتاعته 2 لتر تمام مع أني حتى في الأراضي الرملية بفضل أن يكون الرية عندي بين النقاط والآخر 2 لتر بين النقاط والآخر يكون كام يكون 20 سنتي أو 4 لتر بين النقاط والتاني 50 سنتي في الأراضي الرملية اللي الصرف بتاعها زيد طيب في الأراضي الطينية المفروض نقاطك ما يزيدش عن 2 لتر على 50 سنتي الأرض بتاعتك تقيلة ورملية بس تقيلة أو لونها أحمر من اللي هي بتحتوى على نسبة عالية من الأكاسيد دي بنحط لها نقاط 2 لتر على مسافة 25 سنتي كده هتزبط الرية بتاعك ولو زبط الرية بتاعك هتتزبط الدنيا كل لها معاك ما تزبطش الرية بتاعك صدقني لها تعرف تاخد محصول ولا غيره ضبط الرية جماعة من ضبط عملية بص الكنترول في الرية أو الووتر ادارة المية في المزارع عليها 50% من نجاح المحصول مش ببالغ ولكن والله على 50% من نجاح بتاع المحصول ليه؟ لأن إضافة المية بتاعتي بكمية كويسة بتتحكم لي في أن النمو عندي بيكون كويس دي رقم واحد رقم اثنين أن الأمراض عندي بتكون قليلة لأن أنا ما عنديش زيادة مية وبالتالي ما عنديش زيادة رطوبة إذا في الجدر عندي مفيش أمراض في الجدر مفيش أمراض على المجموع الخضري لا أمراض فطرية على الجدر زي الزبول وخلافه ولا في النمو الخضري شايف فين الري يا جماعة؟ شايف قد إيه؟ ده اسم تحكم في الري وإنت راجل محترم أنك تطلع الوضع ده عندك أما الوضع اللي أنا بشوفه أو الأخوة بيرسلوني عليه أنا بزعل صدقني أنا بزعل جدا 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 من القصة دي شايف الري شايف الري أنا عايز الوضع عندك يكون كده لو وصلت لكده يبقى أنت يعني وصلت لدنيا كويسة خالص وبنتمنى للجميع يا رب يوفق الجميع ولازم تتعلم مش مشكلة يعني أخفقنا مرة الدنيا ما خربتش نتعلم كويس لأن أجدادنا العرب هم اللي علموا العالم فنزعل قوي لو حل أحفادهم بقى في الوضع ده هو ده الري بتاعنا أتمنى أن الموضوع يكون عجب حضراتكم بتمنى النجاح للجميع يا رب يوفقكم كلكم شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم